اشتركوا في القناة وكلمة لها كلمة حرة وكلمة لها ثقل وكلمة أيضا لها وزن وتعتز أنها ابنة الراحل الجميل سيد مكاوي معنا ومعكم سعدة السفيرة دكتورة إينا سيد مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية ومؤسس حركة بهية يا مصر ومؤسس اللجنة الدائمة للمرأة المصرية أهلا ومرحبا أهلا بك سعدة السفيرة أنا دائما في حلقات نساء في السياسة التحديدة الواحد دائما بيكون متفائل مع كثير من الشخصيات النسائية الممتازة والقديرة التي وصلت إلى مناصب سياسية حلوة لما تجي تسأليهم من إمرأة إلى إمرأة في غصة ما زال هناك ألم ما زال هناك وجع أننا معرفنا أن نصل إلى خارطة طريق مستقبلية لكن دعينا من كل ذلك وانتقل بك إلى سؤال محوري فعلا جمعة دول العربية توجه لها كثير من الاتهامات بأنها مقصرة في دورها السياسي في رسم خارطة الطريق في أنها تجمع الكلمة الواحدة في أنها تمثلنا خير تمثيل لا أعرف أين يكمون الخلل ملفات كثيرة مفتوحة ولكن لم نصل فيها إلى حلول واقعية على أرض الواقع ملموسة ترضي حتى ضمير المواطن العربي يقول أنه في جهة بالدافع عنها لن أذهب إلى الإجابة التقليدية التي غالبا ما تكون إجابة المعنيين والقائمين على الملفات الساخنة في جامعة الدول العربية وهي أن الجامعة تتحرك وفقا لإرادات الدول العربية ووفقا لخارطة طريق تضاعها الدول العربية أو بعض منها ولكني سوف أذهب أننا في هذه المرحلة وبالذات في لحظة فارقة على المستوى الدولي المنطقة العربية هي منطقة مستهدفة المنطقة العربية هي الملف الساخن على المستوى الدولي تقف كافة المنظمات الدولية والإقليمية عاجزة عن رد الصدع الذي يحدث في المنطقة وهي منطقة أصبحت ليست فقط تلتهب ولكنها تتغير أرضيا وديمغرافيا وهويتها تتغير الجامعة العربية وأستطيع أن أقول وأنا بداخلها أنها تفعل كل ما تستطيع أن تقوم به في هذه المرحلة وفقا لإرادات الدول العربية تفعل كل ما تستطيع من تنصيق الجهود توحيد للرؤى وهو ليس بالأمر السهل ولا هو اليسير في منطقة أصبحت فيها الاتجاهات إلى حد ما متغيرة ومتقاطعة مع بعضها البعض لكن ما تقوم به الجامعة هو الدور الذي يرسم لها من خلال ميساق جامعة الدول العربية التي لاستطيع أن تتخطى ومن خلال الأليات العربية العاملة كل في التجاه ولكن هل هناك ضغوط تتعرض لها جامعة الدول العربية حينما يصدر قرار في الأخذ بعين الاعتبار أن هناك منطقة عربية مضرورة وتحتاج إلى بيان حتى على الأقل يرضي الناس ريح الناس هناك من يشتم على قلب الجامعة العربية الحقيقة أنه إذا كان بيانا وموقفا وتحركا فالجامعة العربية تصدر بيانات أعتقد أنها أقرب إلى اليومية ليست تشجب ولا تندد ولا تستغيث ولكنها تدين الاعتداءات الممنهجة في المنطقة سواء من الدولة التي كتب علينا أن تكون في قلب أمتنا العربية وهي إسرائيل ثم من كل الجماعات الإرهابية والتجمعات التي تصول وتجول في المنطقة العربية لكن هناك تحرك أعتقد أنه أهم من هذا الجامعة العربية هي جزء من التحرك السياسي في الحلول السياسية قد لا تسمعون عن هذا وقد لا يكون هذا معلنا ولكن التحرك السياسي على سبيل المثال المبادرة المصرية التي هي خارطة الطريق للمرحلة وخارطة الطريق الوحيدة سياسيا في هذه المرحلة الجامعة العربية هي جزء منها وهي ستكون جزء منفزا لها وهناك لقاءات واتصالات أكون على ثقة وأنا أقول أنها كل لحظة وكل يوم اليوم صباحا صدر من الأمين العام عدد رسائل لكل المعنيين بالمنظمات الدولية والمعنيين بقضايا حقوق الإنسان من أجل إدانة الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على الأطفال بصفة خاصة وعلى النساء في المنطقة العربية سواء ما يتعرضون له في غزة أو ما يتعرض له ولماذا التأخير في استخدام أوراق ضغط من أجل حقيقة هي ليست الأولى هذا قد يكون هناك تقصيرا إعلاميا ربما لكن التحرك مستمر ومتوالي ثم منذ لحظات كنا في زيارة مع الأمين العام للجامعة الأطفال الموجودين في مصر وربما يكون هناك تحرك أكبر خلال الأيام القادمة يشهده الجميع تحرك عربي أكبر هناك صناديق العمل الاجتماعي العربية كلها تعمل من أجل إحنا ذهبت عديد من المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء والمضرورين في غزة وهناك تحرك أن جميع صناديق العمل الاجتماعي ومساعدات الإنسانية مرة ثانية تجمع للمرة الثانية وسوف يكون هناك انطلاقة بعد أيام قليلة من أجل تلبية طلبات عاجلة وملحة للغرض الإنساني في غزة هناك تحرك رجع مرة ثانية أنه لن أدخل في الشق السياسي لأنه معنية بالشق الاجتماعي أكثر منه وبصفة خاصة أوضاع النساء والأطفال لكن أعتقد أن هناك وتبقى للمبادرة المصرية أصبحنا لا نذكر غزة فقط ولكن أنا نتحدث عن القدس الشرقية وحلل القضية الفلسطينية برمتها التي هي قضية الوطن العربي التي من أجلها شكلت جامعة الدول العربية وما زالت هي مشكلة ومارس ضغوطات على الدول العربية من خلال القضية الفلسطينية من خلال وجود المحتل المختصب للأراضي الفلسطينية هذا ما أقوله إذا كان العالم كله يقف أعزل أمام دولة تكيل لنفسها بمكيالين وتخرق كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وتقف دولة أخرى تساعدها وتلقي بالفيتو في وجه العالم أجمع في مجلس حقوق الإنسان كانت هناك دولة واحدة اعترضت على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ومصفة خاصة على الأطفال هي أمريكا فالجامعة العربية مثلها مثل الأمم المتحدة مثلها مثل الاتحاد الأوروبي الذي نستطيع أن نقول أن إسرائيل تصفاه على وجهه وتبصق على العالم برمته لتقول أنا الأقوى وأنا الدولة التي كتب لها الحماية الدولية بالعودة إلى قضايا المرأة وبالعودة إلى المنصب اللي حضرتك بتشغليه في جامعة الدول العربية نستطيع أن نقول أن خارطة الطريق القادم للمرأة المصرية تحديدا بعد هذه التغييرات السياسية في الشرع المصري مقبلة على تغيير جذري أم أنها مجرد شعارات ترفع وإلى حين آخر بصفتي المصرية أستطيع أن أقول أن المرأة المصرية التي قادت الحراك الشعبي خلال الفترة السابقة والتي عندما هدأت كل الأصوات لم يهدأ صوتها وإذا رجعنا تاريخيا إلى عام 2012 حينما صمت الشباب وقتا لم تصمت المرأة وكانت تجوب شوارع مصر في كل مكان أعتقد أن التوجه السياسي للدولة المصرية الحديثة التي نحن مقبلون عليها يقول أن المرأة المصرية لا بد أن تتبوأ المكانة الأولى كما كانت في الصفوف الأولى للصورة ولخارطة الطريق وللاستفتاء وللرئاسة وأستطيع أن أقول أن القيادة المصرية كل المؤشرات التي نراها اليوم هي مؤشرات إيجابية جداً بنسبة للمرأة فقد نبح صوتنا جميعاً من أجل قانون لتجريم العنف ضد النساء سنوات منذ دولة مبارك وما قبلها ولم يصدر وحري بنا أن نقول أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة العربية التي أصدرت قانون لإيقاف كفة أشكال العنف ضد المرأة كنا نعتقد أن هناك دولة عربية أخرى سوف تصدره لكن مصر قد سبقت الجميع وفي مازالت تأخذ من الإجراءات ما يؤكد هذا القانون يعني هناك مطالبات بتغليز القانون العقوبة على المتحرش ثم تفهيل القانون في حد ذاته وأنا لن أنسى حقيقة أن الرئيس المصري ذهب إلى سيدة التحرير ليقول لها نعتذر أنتوا على رأسنا طبعا هذا موقف يحترم موقف وعيد للمرأة العربية وليست المصرية فقط أنا عايزة أقول لك أن أنا كنت في هذه اللحظة في إنجلترا أحضر القمة التي دعي إليها وزير خارجية إنجلترا ويليام هيج وسفيرة النواية الحسنة أنجيلا جولي من أجل وقف كفة أشكال العنف ضد النساء أثناء نزاعات المسلحة وما بعدها ولا تتخيالي هذا الموقف كان له رد فعل إيجابي على المستوى الدولي وبأي شكل لأنه دخل في عدة أطر هو اعتذارة للمرأة المصرية عما سبق عن الفترة الانتقالية برمتها ثم هو اعتراف حقيقة بأن المرأة المصرية لابد أن تكون جزءا أساسيا من المرحلة القادمة التي أثبتت وبكل قدارة أنه في كل موقع قادرة على أن تكون القائد والمنافس حتى وإن كانت على الصعيد السياسي الآن مجلس الوزراء عدد الوزراء الرجال أكثر منهم يعني ما فيش ما شاء الله اللجنة الوزارية كلها مكونة من رجال وإن كانت حتى هناك وزيرة واحدة صوت المرأة المصرية أعتقد أنه لن يصمت في تنسيل عادل الدستور المصري يقول نسبة عادلة التمييز داخل الدستور هذا التمييز الإيجابي الذي كنا نسعى إليه دور الأحزاب ودور المجتمع المدني ودور النساء في حد ذاتهم أن يدفعنا بأنفسهن أن يكونوا في موقع القرار سواء على المستوى التنفيذي الحكومي أو على مستوى البرلمان وهناك كما يقولون يعني لن أقول معركة ولكن النساء تدفع بهذا بكل الأشكال هناك ثلاث لجان في هذه اللحظة قوائم مكتملة لنساء يتخطأ عداد كل قائمة ميت سيدة قادرة على أن تكون عضوا بالبرلمان إحنا ما زلنا نقول أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية والحكومة التي نسعى إليها هي حكومة ستكون بعد تشكيل البرلمان القادم وهنا سيكون الكلام نحتاج أن نطلع فاصل و بعدين نرجع نكمل ورجعنا ما رأيك؟ إذن فاصل قصير و بعدين نعود من جديد أهلا بكم مشاهدينا ساعة السفيرة دكتورة إيناس كنا نتحدث عن فلسطين ووقفت قلت لك القلب موجوع هو فعن القلب مازال موجوع والوجع كبير ويمتد ودائما المرأة هي من تقدم المبادرة الأولى في التضحية دائما هي من تقدم المبادرة الأولى حتى في تقديم أولادها كشهداء المرأة الفلسطينية تحديدا لأنها هذه القضية المثارة الآن في الوسط السياسي ما هي المعطيات؟ كيف سنسترد هذه الأرض؟ ما هو المطلوب من المرأة الفلسطينية أن تقدمه أكثر حتى تستقر سياسيا رغم أنها امرأة نشيطة وتقدم ما تقدم طوال الوقت؟ أعتقد أنه في هذه اللحظة أن المرأة الفلسطينية ليس مطلوبا منها شيء ولكن مطلوب أن المرأة العربية تتحد من أجل المرأة الفلسطينية وأن تفعل وبشكل أساسي أن تضم إليها أصوات على المستوى الدولي لكي تساعد المرأة الفلسطينية وأعتقد أن من ضمن النجاحات اللي حقيقت في المرحلة السابقة أنا أشرفت أو قمت بتنظيم منتدى للقيادات النسائية للمنطقة العربية ودول أمريكا الجنوبية واستطعنا جميعا أن نلتف حول القضية الفلسطينية ووضع المرأة الفلسطينية والمرأة السورية في مناطق النزاع وكيفية حمايتهم وأصدرنا استراتيجية المرأة العربية الأمن والسلام وفي هذه الأثناء نحن نقوم بإصدار بيان مشترك ما بين نساء العرب ونساء أمريكا الجنوبية من أجل دعم المرأة الفلسطينية على المستوى الدولي هكذا يسمع العالم أصوتنا أننا لسنا عزل ولسنا وحدنا ولكن هناك من يقف ويساندنا من أجل القضية هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى المرأة الفلسطينية هي النموذج الدولي للكفاح وللنضال وهي تناضل من أجل الماء وتناضل من أجل الإبن وتناضل من أجل الخبز وقبلهم الأرض وهذا ليس كلاما هذا هو الواقع إذا لم نقف إلى جوار المرأة الفلسطينية لدي اليوم بيان صادر من الاتحاد النساء الفلسطيني وكنت معهم أول أمس في يوم الغضب الذي طوال اليوم أعلن فيه موقفا موحدا من المجلس النساء اللبناني البحرين الكويتي وسوف نعقد لقاء في أقرف فرصة ممكنة وأنا حقيقة أأخذ الموافقة بالتمرير على كيفية حماية المرأة الفلسطينية ونسعى ربما أحد الدول العربية إن شاء الله تطلب أن ندين دولة بعينها أمام مجلس الأمن في القريب العجل المرأة الفلسطينية تحديدا أم المرأة العربية التي تؤاسي وتدفع الثمن دائما في مناطق الحروب ونزاعات وعلى سبيل المثال الآن انضمت إلى القائمة أيضا المرأة العراقية وما يمارس من داعش والإمارة الإسلامية المزعوم إقامتها والمرأة المسيحية وما أكثر مأسي النساء الله يعني إذا كنا نتكلم عن المرأة فالحقيقة أن الوضع في العراق في سوريا في لبنان في اليمن الوضع في السودان تجرم المرأة من أجل لبس بانطلون أو المرأة التي تقتل لأنها كانت غير مغطاة لرأسها كل هذا هذا حقيقة مدرج من ضمن أولوياتكم بأن تكون خارطة واحدة والحلول واحدة في شهر فبراير الماضي قمنا بدعوة كل المعنيات بقضايا المرأة في المنطقة العربية في جامعة الدول العربية بناء على دعوة قدمناها لكي يكون لدينا موقف واحد تجاه الأولويات الاستراتيجية للمرأة العربية على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي ثم تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة واستطعنا والحمد لله أن نخرج بإعلان القاهرة للمرأة العربية لما بعد 2015 وقد أخذت هذا الإعلان الذي كان معظم توصيات وهي نتاج لكل العقول التي تعمل من أجل رفعة المرأة العربية وذهبت به إلى نيويورك في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة ما يطلق عليه السي اس دابليو وأودعت وثيقة من أحد وثائق الأمم المتحدة ولأول مرة لدينا وثيقة عربية للمرأة هي أحد الوثائق المعتمدة في الأمم المتحدة وأعمل الآن من أجل وضع خطة العمل وفي الشهر القادم هناك مؤتمر كبير في مصر حول الحقوق القانونية والتشريعية لحماية المرأة العربية في مناطق النزاع وهذا يأتي ضمن استراتيجية أيضا تنفيذ الاستراتيجية المرأة العربية ولا أريد من يسمعني أن يقول أن هذا ورق وأن هذا كلام هذا الورق وهذا الكلام يصب في تغيير القوانين داخل الدول العربية كل دولة عليها أن تنفذ ما جاء في هذه المواسيق لأن هذه المواسيق لها تقارير متبعة رفعت إليكم على سبيل المثال ارتباطات من خلال المجلس القومي للمرأة بأنها دائرة واحدة وكل المشاكل تصب في منطقة واحدة حتى ترفع ورقة العمل ورقة مسند فيها كل البنود لن تضيع منها المرأة المعيلة ولن تضيع فيها أيضا المرأة التي لا تمتلك حد رقم قومي على الأجل لأنني لم تتمتع بخدمات الحقيقة أن أعلان القاهرة جاء شاملا لم ينسى شيئا وكان المجلس القومي للمرأة جزءا أساسيا فهو الممثل لجمهورية مصر العربية داخل الاجتماعات ولقد كانت السفيرة مرفة التلاوي حاضرة في كافة الأيام حتى حضرت معانا لقاءات الثينك تانك أو المجتمع المدني قبء التحضيرية لهذا الاجتماع ونحن الآن نعمل على هذا التنفيذ من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية وكافة الآليات الدولية المعنية ولي أن أسجل معك أننا نتابع الدول العربية ليس فقط من خلال إعلان القاهرة ولكن أيضا من خلال تعهدات الدول العربية على الاتفاقيات الدولية وبعد أيام سأكون في لبنان بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لدول غرب أسيا الإسكوا والأمم المتحدة من أجل وضع التقرير العربي الموحد حول تنفيذ اتفاقيات بيجين ونحن وقد مر عشرين عاماً على بيجين فنحن نحضر لبيجين بلاس توينتي وانتهينا من التقارير الحكومية ومصر قدمت مثل باقي الدول العربية كافة الإجراءات التي تم اتخذها في كافة المجالات زي ما ذكرت بداية من البطاقات التعريفية والأرقام القومية إلى وضع المرأة في المشروعات الاقتصادية الكبرى مروراً بالمشروعات الصغيرة ثم المرأة في مواقع اتخاذ القرار والبرلمان فهذا مصار واحد ونحن نتابع الدول العربية في تنفيذ هذا وتقدمت كافة يعني أنا لدي النهاردة 18 تقرير النهاردة استلمت يوم صباحاً استلمت تقرير المغرب واستلمت تونس حول تنفيذ تنفيذ مقررات بجينة من خلال تقرير المغرب من ماذا تعاني المرأة المغربية الآن؟ الحقيقة أنا بشوف أن المرأة المغربية هناك حكومة مساندة للمرأة المغربية حقيقة وأن الموضوع الخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يأتي على قمة أولويات الدولة فهي معنية بهذا بشكل أساسي وأصبح لدينا خمس وزيرات مغربيات في الحكومة الجديدة التمكين الاقتصادي حقيقة يمكن المرأة المغربية من الوجود في الساحة السياسية ثم الشيء الذي لابد أن نأخذه بعين الاعتبار أن معدلات التصرب من الدراسة أصبحت تنخفض بشكل ملحوظ في المغرب وبصفة خاصة بين الفتيات فتوجيه التعليم الفتيات إلى التعليم العلمي أصبح هذا كمان إنجاز يحسب للمملكة المغربية أنا قبل أن يحدث ما حدث في سوريا مثلا على سبيل المثال تجد أن المؤشرات كانت تتجه اتجاها إيجابية لقد للأسف التقرير العربي الموحد لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية نعيد بعض منه لأن المؤشرات اختلفت بالنسبة لسوريا مما أدى إلى انخفاض المعدلات الإجمالية للمنطقة العربية يعني التونس التي استطعت في دستورها أن تنص على المناصفة للنساء في كافة المجالس النيابية على القوائم يعني هناك تقدم لم يكن موجودا من قبل هذا هو الجزء الإيجابي المرأة في كافة الدول العربية تحارب وتناضل لكي يسمعني كل مواطن عربي المرأة عندما تناضل لا تناضل لنفسها هي تناضل لأسرتها ولأبنائها ولمستقبل أرضها دائما أجندة المرأة هي مجتمع بأكمله أجندة وطن هي أجندة وطن تدافع عن وطن بأكمله والعبرة في المنطقة العربية كبيرة علينا أن نقول للعالم أن هذه هي المرأة العربية دول أمريكا الجنوبية في يوم من الأيام كانت تعاني أقصى مما نعاني منه وبشكل أكثر تعقيدا نظرا لاختلاف الطواقف بشكل حقيقي ولتجارة السلاح بشكل حقيقي وكذا النهاردة لدينا ثلاث رئيسات جمهوريات في دول أمريكا الجنوبية وهذا المنتدى الذي ذكرته لك كان للقيادات العربية وقيادات دول أمريكا الجنوبية من النساء والتقيت بوزيرات الدفاع وزيرات العدل وزيرات الخارجية وأرى وألتفت إلى المرأة العربية وأجد وجوها مضيئة منيرة لها كل الحق في أن تتقدم كل الصفوف ولكن علينا نحن النساء أن ندعم النساء وعلى المجتمع العربي أن يعترف جيدا أن هذه المرأة تحتاج إلى ما هو أقوى وإلى ما أملاته علينا الشرائع السماوية لتضع المرأة في نصابها الصحية والمرأة العربية فعلا دائما كلمة أعيدها وأكررها على مسانع كل من يراني وكل من يسمعني لماذا تدفعني عن المرأة وهي المرأة ضد المرأة المرأة دائما في النجاح ضد المرأة دائما يمكن حتى الإجابة التي تأتي في بالي والله دكتورة أي ناسة أقول لهم حتى إن كانت المرأة ضد المرأة فهناك عنف يدفع إلى القوة وعنف يدفع إلى مركز القوة أكثر الحقيقة أنا دائما أقول أن ليس هناك مرأة ضد المرأة هناك أزمة تحقق أزمة تحقق إذا كنت محققة وتعلمين جيدا أن المجتمع يضعك في المكان المناسب وأن ليس هناك من ينافسك على المكان فالمكان يتسع لكم ما كنت عدو للمرأة الأخرى لكن نظرا لقلة الفرص وندرتها ربما يكون هناك قلة ربما يكون هناك قلة من أجيال مضت لأنه لا أرى هذا في الأجيال الجديدة الأجيال الجديدة تنظر إلى الدنيا كأنها ملك لها وأصبحت المنظر في البطولات الجماعية اختفت أصلا صورة ملك الشباك الواحد حقيقة هذه ملاحظة أشكرك على أنك ذكرتها أنا ومن بعد الطوفان هذه الأسطورة لن تعود مرة أخرى انتهت والعمل الجماعي هو العمل الذي أثبت أنه له القدر على التغيير وله القدر على الاستمرار أنا سعيدة بوجودي معك جدا اليوم وسعيدة بتسجيل هذه الحلقة الرائعة من نساء في السياسة أخذنا اليوم زي دي كومنتري فعلا عن أن المرأة القادمة هي إمرأة حديدية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولكن نخدم نفسنا ونقدر نوصل إحنا بسياستنا وبتشجيعاتنا يعني ما عدت فيش كلام نقوله خلاص وصلنا لنهاية الحلقة أشكرك جدا على وجودك معي دكتورة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جمع الدول العربية ومؤسس حركة بهية مصر ومؤسس اللجنة الدائمة للملأة المصرية وفوق كل ذلك وذلك بنت الراحل الكبير سيد مكاوي الذي ما زال يعيش بداخلنا وما زالت كلماته الرنانة تعيش بداخل قلوبنا شكرا لك على وجودك معنا وتسلمي يا غالية حقيقة أمن لبشكرك تسلمي شكرك دايما على كي شكرا في أمان الله وإلى اللقاء في حلقها قادمة إن شاء الله